ضاقت التفاهمات بين موسكو وأنقرة وازدادت تساع التوتر بين الجانبين حتى أصبح ملف إدلب عنوانا بارزا للأزمة السياسية المتعمقة بين الرئيسين فلاديمير بوتين ورجب طيب أردوغان وسط التوتر البالغ والتصاعد الساخن تتلقى تركيا ضربة موجعة أخرى وذلك مع إعلان وزارة الدفاع التركية مقتل خمسة جنود آخرين في هجوم شنته قوات النظام في مطار تفتناز العسكري في إدلب مع عادة الاتفاقيات التركية الروسية قادرة على لملمة بنود سوتشي التي احترقت وسحقت تحت مجنزرات الدبابات وقصف الطائرات الروسية وتحول السوتشي إلى أداة قاتلة بقبضة روسيا لتعزيز نفودها وسيطرتها على أرياث إدلب وحلب يبدو أن الفشل هو سيد الموقف الاجتماعات الروسية التركية في أنقرة وأصبح أفق التفاهمات قاب قوسين من انهيارها بين موسكو وأنقرة اجتماع أمني عسكري ضم مسؤولين من وزارة الخارجية والدفاع الروسية كانت حضوض الاجتماع لا تختلف عن الاجتماع السابق قبل أيام وبات واضحا أن روسيا مستمرة بعملياتها العسكرية في إدلب وهذا من شأنه أن يضع أنقرة في دائرة العجز عن إيجاد حل للتوتر في علاقتها مع موسكو تحاول موسكو عبر سياستها الممنهجة احتواء الغضب التركي على طريقتها لكنها في الوقت نفسه وضعت تركيا في موقف حرج بعد مقتل الجنود الأتراك ومعادل الرئيس التركي الكثير من الخيارات في ظل نام نفوذ النظام وروسيا في إدلب حتى أن الكريملين استبعد أي لقاء محتمل بين بوتين وأردوغان إلا عند الضرورة وهنا ستقتضي الضرورة في أنقرة وضع سيناريوهات محتملة لمواجهة المخاطر التي قد تهدد الاستراتيجية التركية في سوريا وسيستدعب الضرورة زيارة جيمز جيفري إلى أنقرة بعد أيام وكان جيفري قد صرح في وقت سابق أنه قلق على تركيا الحليف الناتو بعد مقتل جنودها مشددا أن واشنطن تنظر في عدة خيارات لمواجهة النظام وروسيا في إدلب فمت تطورات سياسية قد تتجه إلى منعطفات غير متوقعة وخاصة أن أنقرة دفعت بتعزيزات عسكرية وصلت إلى ألف آلية ونحو خمسة آلاف جندي تركي في إدلب فما هو السيناريو الأخير لدى أنقرة وبالأخص بعد تهديدات أردوغان والمهلة الممنوحة للنظام بالتراجع حتى أواخر الشهر الحالي نهيك عن اجتماعه مع وزير دفاعه خلوص أكار فهل مازال بإمكان أنقرة استعادة التوازن أم أن أوراقها في الميدان العسكري سيجبرها على رسم خطوط جديدة أم هل ستسجل تركيا مفاجأة في إطلاق عملية عسكرية غير مقترثة بروسيا وهنا قد يستوجب تدخل أطراف آخرين مثل الناتو على سبيل الذكر طبق كلها مجرد احتمالات في ظل التعقيدات والمفاجأات اشتركوا في القناة